وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير جهود الدولة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلة لموارد مصر من البترول والغاز الطبيعي وكذلك الانتهاء من مختلف المشروعات الصناعية في قطاع البترول بهدف الحدي من الاستيراد وتوفير المنتجات البترولية عالية الجودة إلى جانب تعظيم القيمة المضافة للخامات البترولية وتلبية احتياجات السوق المحلي في مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير البترول والثروة المعدنية هذا وقد صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة أنشطة قطاع البترول على المستوى بكافة أنحاء الجمهورية خاصة في مجال التنقيب والبحث والاستكشاف للبترول والغاز الطبيعي هذا وقد عرض وزير البترول مستجدات أنشطة الاستكشاف والإنتاج في البحر المتوسط والصحراء الشرقية والغربية فضلا عن تطوير التعاون الإقليمي في ملف الطاقة ومستجدات جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لتداول البترول والغاز الطبيعي كما استعرض أيضا تطورات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع البترول على مستوى الجمهورية والتي تهدف إلى تأمين احتياجات السوق المحلي والحد من الفجوة الاستيرادية والمساهمة أيضا في جهود الدولة لزيارة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة موسيقى